اشتركوا في القناة ويا ميت أهلا وسهلا بأحلى بنات كلكم طلبتوا مني بالإضافة للوصفات أني أشارككم روتينات بالتنظيف والترتيب ببيتي لهيك حبيت اليوم أقدم لكم أول فيديو خاص بهالموضوع رح أنظف معكم التلاجة للتنظيف عميق ورح يعني أرتبها وأنظمها من دون استخدام المنظمات ورح نستغل المساحة بشكل ممتاز هلأ هون أنا ببدأ دائما أحب بحب أبدأ يومي سوري بحب أبدأ يومي دائما بإني أشرف شي سواء كان سكافي قهوة أو شاي هيك بيعطيني طاقة وبحس إنه بشعور كتير حلو هلأ أنا دائما بحب قبل التنظيف إني أجمع كل الأغراض اللي لازميتني بالتنظيف حسب كل تنظيف شو الأغراض اللي أنا بكون محتاجيتها من سائل جلي أو منظفات معقمات ملمعات وكمان فوات أكيد لكفوف أهم شيء وكمان فرشات أصنان للزوايا والليفة هون رح أستخدم ضروري ليفة نظيفة لأنهم رح ننظف فيها التلاجة وما تستخدم السلكة يا بنات هلأ هون رح أضيف شوي من سائل الجلي هي نقطة صغيرة من الديتويل بس مشان هيك تعقم ما بدي ريحة تكون قوية لحتى ما تتخزن بالتلاجة وبس كمان رح أحضر وعاء تاني يكون فيه مي مغلية لحتى الرفوف اللي رح أنظفها بمكانها أمسحها وأغسل فيها الفوتو مرة تانية وهلأ يا بنات أنا دائما بحب أبدأ تنظيف التلاجة بباب التلاجة ليش؟ لأنه الرفوف تاعهم باب التلاجة أصغر فبالتالي أنا بفكهم وبليفهم وبخسلهم يعني تحت المي وبتركهم لحتى تتصف المي وتنشاف على بال ما أكون أنا كملت باق رفوف التلاجة بالتنظيف لأنه هلأ رح تشوفوا كيف أنا بنظف باق رفوف التلاجة لحتى ما نتغلب ونشيلهم كلهم لأنه بيكونوا كتير كبار وحجمهم يعني كتير كبير وبيغلبوا وقت الفك وبياخدوا مساحة كتير كبيرة المهم رح أشيل كل شي في باب التلاجة وحتى الشو بيسموهم القطع اللي أنا بكون حطيتهم على الرفوف دائما باستخدم قطع ببدلها باستمرار يعني كل شهر بنظف فيه التلاجة ببدلها رح أغسلهم بالليفة طبعا ورح أغسلهم بشكل ممتاز ما عندي الرفوف كتير وسخة بس عندي آخر رف فرجتكم إياه كان عليه بقع من الشوكولات فهو أكتر واحد يعني تقريبا غلبني كان بده تنظيفي كتير منيح ومن الزوايا استخدمت فرشات الأسنان باستمر يعني بغسل كل الرفوف الباب التلاج بهذا الشكل هلأ يا بنات عندي أنا قبل 3-4 أيام حطيت ستوري على الإنستجرام سألتكم فيها شو أهم الأسئلة اللي حابين تسألوني إياها بموضوع بخص التلاجة رح أجاوب على بعض الأسئلة اللي وصلتني أول سؤال من ريما علي كيفك يا ريما؟ كاتبيت لي ريما عندي ريحة كريهة باستمرار جربت أحط معطرات ما زبط معي يا ريما أول شي المعطرات مهي الحال دائما بدك تتفقدي درجة الحرارة والرطوبة بالتلاجة عندك لأنهم هم عامل أساسي في أنه تطلع ريحة للتلاجة دائما شوفوا المؤشر اللي بيكون موجود على باب تلاجتكم نفسها بيكون حاطت لكم أنه بالصيف لازم تغيروا المؤشر للدرجة الفلانية بالشتة لازم ترجعوا تغيروا المؤشر لما يكون الجو عادي وطبيعي لازم يتخلوه على الوساط وهكذا درجة حرارة التلاجة والرطوبة لازم تتغير عندكم المؤشر تبعها حسب شو مكتوب عندكم أو شو التعليمات الموجودة عندكم بالتلاجة نفسها بتكون موجودة بورقة صغيرة دائما لازم تضبطوها باستمرار بعدين ضروري ومهم دائما أنه نحفظ الأطعمة بأوعية حفظ الأطعمة تكون محكمة الإغلاق لحتى ما يطلع أي ريحة بالتلاجة النقطة الثالثة بإمكانكم كمان تستخدموا بيكربونات الصوديوم تحطوا هيك صحن فيه بيكربونات الصوديوم بس تفضوا التلاجة كلها تحطوا البيكربونات وتسكروا التلاجة تتركوها هيك ساعتين البيكربونات بتمتص الريحة أو إنكم تفركوا تلاجتكم بالليمون طبعا هذا الحكي اللي أنا عم بحكيه ضروري يكون بعد ما تكونوا نظفتوا التلاجة يعني متكون التلاجة وسخة أو فيها بقع أو مكبوب فيها شي وتروحوا تحطوا البيكربونات لا لازم تنظفوها تنظيف كامل بعدين يعني تلجأوا لهذه الخطوات اللي أنا بقولكم إياها ممكن تفركوا الرفوف نفسها بالليمون هلا أرجع لكم بس أنا هيك بكون خلصت باب التلاجة ومتضفته بالكامل ورح أبدأ بالرفوف هلا الرفوف هاي لأنها كتير كبيرة وكمان بتاخد مساحة كتير بقى الغسير والتجفيف بحب أن نظفها بهاي الطريقة بصراحة هذا المنظف جدا 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 رائع حتى ما بستخدم الصابونة برش عليها من هذا المنظف وبفركها بالليف اللي بتكون شوي أخشن من الليفة العادية بس ما تستخدمه السلكة أنا زمان كنت أستخدم السلكة والرفوف عندي هيك صارت باهتة يعني مثل كأنها تأحطت على الخفيف لهيك ما تستخدمه السلكة بعد ما أخلص تليفها باستخدم المي اللي معقمة والفوطة اللي نظيفة وبرجع بمسحها بهذا الشكل اللي عم بتشوفوه من كل الجهات من فوق ومن تحت ومن ورا كمان ومن الجوانب هلا خلين نرجع لموضوعنا بعد ما تنظفوها بتستخدم مؤمة كربونات الصوديوم أو بتفركوها بالليمون الليمون بيعطي ريحة كتير حلوة وغير هيك الليمون يعني إشي طبيعي ما بيأثر أنا لهيك ما بنصح باستخدام المعطيرات لأنها كلها مواد كيموية وممكن تضلها مخزنة في التلاجة عفوا وممكن الأطعمة تمتصها يا الريحة هلا حبيت أفرش الراف بالمشمع هذا كتير عجبني لأنه مشمع يعني إذا كبشي ما بيمتص بس مثل الماش اللي أنا كنت حاطته هو مؤماش بس هاي اللي بتنفرش فيها أرضيات التلاجة ما بتكون مثل المشمع هذا أنا كتير حبيت وبحب أستخدم بعض المنظمات بعض المنظمات بإمكانكم هاي يعني اختياري أهم شي ننظم الخضرة والفواكه بس أنا حبيت إنه أستخدم هالمنظم الصغير لحتى بس أحط فيه الأجبان بأنواعها يعني أي أجبان موجودة في التلاجة بحطهم بهذا المنظم طبعا الرف الأول أنا بحب دائما أعمله لأي شي بخص الفطور يعني سواء لبنة جبنة سنيورة أي شي بخص الفطور بحب إنه دائما أنظمه على الرف الأول من التلاجة والبيض بحب أخلي جزء منه في باب التلاجة والجزء الثاني بحب هيك أقص من الكرتون بمقدار 6 حبات وأحطها على الرف الأول أحط فيها كمان البيض أهم شي البيض ما تغسلوه إلا قبل الاستخدام فورا البيض ما بينغسل قبل ما يدخل التلاجة لأنه البيض بعفن أنا باستغرب إنه فيه ناس بيغسلوا البيض قبل ما يدخلوا يحفظوا بالتلاجة الغسيل قبل الاستخدام فقط هيك خلصنا الرف الأول وبنفس الطريقة بكمل تنظيف باقي الرفوف الكبيرة طبعا كل رف بنضفه من الجوانب ومن الأطراف ومن فوق ومن تحت بنفس الطريقة وبنشفه كتير منيح ممكن كمان إنكم تلمعوا آخر شي لحتى تتأكدوا إنه ناشف برول فاين رول محارم تنشيف المطبخ لأنه كتير بتلمع الرفوف بشكل حلو وكمان بتنطس إذا كان فيه مي زايد عندكم هلا نرجع كمان لنفس السؤال لو بدكم تسألوني إنتي شو بتفضلي تستخدمي مشان ريحة التلاجة أنا الحمد لله التلاجة عندي ما فيها أي ريحة بس لو كان صار عندي أي ريحة بالتلاجة أنا بفضل استخدام الليمون أفرق فيه التلاجة من كل مكان أو أستخدم القهوة طبعا ما بغسل التلاجة بالقهوة أكيد لا بس ممكن إني فنجان صغير أحط فيه قهوة أحطها ليلي كاملة بالتلاجة بها الطريقة القهوة بتمطس أي لوائح كريهة وكمان بتعطي التلاجة ريحة حلوة معروف إنه القهوة بتشيل حتى ريحة الزنخة ريحة الريحة اللي بتكون زنخة في الجلي حتى منستخدمها ما بعرف ليه دائما كل ما أشيل آخر جرار اللي بيكون فيه الخضراء بيكون فيه تحته مي صفراء كل ما أنطف التلاجة بلاقي نفس الشيء مي بكلهنها أصفر أتوقع إنه يعني نتيجة الرطوبة أو نتيجة مي تتكون من التلاجة نفسها ما بعرف المهم للأسف خلص عندي الرول الأبيض لمشمع ترد إنه استخدم الرول الثاني تبع مفرش التلاجة استخدمت بس هالمنظمين لحتى أحط فيهم التفاح والخضرة الورقية البصل الأخضر والبقدونس دائما بحفظهم بأكياس تفريز وبعمل بنفس الأكياس شوي الثقوب هاي طريقة جدا ممتازة لحفظهم بوضعهم بمنظمة الطعام كمان بهذا الشكل لحتى يكونوا أقرب للاستخدام وهلأ بهالخطوة نيجي للجوارير الجوارير اللي دائما الأفضل إنكم تحفظوا الخضرة والفواكف فيهم حتى تعوني التلاجات نفسهم أو خبراء بينصحوا بهاي الشغلة لإنه بتكون درجة الحرارة بتختلف يعني بالجوارير لهيك حفظهم داخل الجوارير بيدوموا لفترة أطول هلأ أنا شو عملت دائما باستخدم منظمات بصراحة بتاخد مساحة كتير كبيرة وحتى ما بيزبط إنه نظم فيها بطريقة حلوة داخل الجرار فكانت في خط فكرة عفوا في بالي وطبقتها أخد عندي أنا جرارين للتلاجة واحد هيك هذا الصغير وواحد عميق وكبير أخد طول وعرض وارتفاع أو عمق الجرار بالمتر وكتبت على ورقة بعدين جبت كرتون مقوة أي كرتون مقوة متوفر عندكم أنا قبل هالمرة عملت نفس الطريقة بكرتون بني ودعمت عندي فترة طويلة وهلأ حبيت بس أعطيكم هالفكرة لحتى تستفيدوا منها نفس الشي حطيت المقاسات على هذا الكرتون طبعا كنوا حارسين إنكم تنقصوا شوي من الطول والعرض والارتفاع اللي أخدتوهم يعني نظرا لاختلاف المقاسات اللي بتكون موجودة يعني ممكن نص صانتي أصيت كرتون هلأ رح تفهموا الفكرة أصيت كرتون على تنتين على العرض سوري تنتين على الطول وخمسة للعرض لحتى أعمل فيه منظم للجرار بفكرة معينة كانت ببالي طبعا ضروري جدا إنه نغلف الكرتون بالأصدير ليش لحتى ما يوصلوا رطوبة ولحتى يدوم لفترة كتير طويلة ونقدر ننظفه وقت ما يحتاج تنظيف غلفته بأصدير مو خفيف اللي هو الأصدير اللي بيمسك من دون حتى ما نلزقه يعني بس كنت ألفه على الكرتون من كل الجهات وأتنيه بيمسك بالكرتون بطريقة ممتازة بعدين استخدامت السيليكون لحتى أعمل هذا الشكل من المنظم من الأطراف لكل كرتونة لحتى يصير عندي هذا الشكل المنظم اللي رح أحطه داخل الجرار طبعا ضروري كتير يكون الإطعال اللي تستخدموها تحت الخضرة هي عبارة عن مشمع هلأ هون حطيت المنظم تبعي شوفوا عن جدها الفكرة خرافية بتدوم لفترة طويلة وبتغنيكم عن استخدام المنظمات وهلأ للجرار العميق بنفس الطريقة أخدت عرض وارتفاع وعملت منظم بهذا الشكل بنفس الطريقة اللي عملتها معكم هلأ للجرار الصغير وهاي صارت عندي النتيجة النهائية للجوارير اللي رح أوضع فيها الخضرة والفواكه بعدين بترتبوا فيها الخضرة والفواكه حسب انتوا كيف بتفضلوا الطماطم عادي لو ما حفظناها بأكياس حفظ الطعام بس لخيار بصراحة مهم جدا نحفظه بأكياس حفظ الطعام لحتى يدوم لفترة طويلة والليمون عادي لو ما حفظناه بأكياس حفظ الطعام بيدوم لفترة طويلة أما الشمندر، الفلفلة، الزهرة، الفلفل الأخضر، الأخضريات الورقية كل هاي الأشياء ضروري جدا نغلفها بأكياس لحتى الدوم لفترة طويلة وهلأ استخدمت هذا المنظم الصغير لحتى أوضع فيه المكسرات، الكاشول، شوكولت شيبس أي مكسرات موجودة عندي هيك كميتها قليلة بوضعها بهذا المنظم وبحط جواز الهندو كل المكسرات أو أي شغلات ما باستخدمها باستمرار على الرف الأول من التلاجة، هذا الرف اللي ما بفتحه كتير بحب أحط فيه كل شي ما باستخدمه باستمرار وطبعا بكمل بضيف شوية رتوش حبيت هيك استخدم هذا المنظم لحتى أوضع فيه مكعبات مرأة دجاج وكمان أي شيء بوائي مثل بصل أو ليمون وهيك صار عندي شكل التلاجة النهائي، مو مكتظة كتير استغلت المساحة تلاجة بشكل ممتاز، نطفتها بشكل رهيب وصارت عن جدعم تل معلمع وريحتها بتجنن ما فيها أي ريحة والمنظمات اللي عندي ما فيه داعي أحكي كتير طلع شكلهم مرتب وكمان استغلوا المساحة بشكل ممتاز طبعا آخر خطوة رح أنظف التلاجة من الخارج وألمعها بشكل ممتاز مثل ما كلنا بنعرف أكتر مكان ممكن يتوسخ من التلاجة هي عند إيدين التلاجة لهيك بكون حريصة دائما أني أنظفهم وألمعهم باستمرار وهيك بكون خلصت وأنجزت وعن جد ما أحلى الإنجاز شعوري كتير حلو لما تنجزي شيء كان عليك وعم يتفكري فيه على طول ولهون بيكون خلص الفيديو لليوم بتمنى هالفيديو كان لطيف خفيف عليكم لو عجبكم الفيديو ولو وصلتوا لهون ما تنسوا إنكم تعملوا لي لايك وكمان تكتبوا لي تحت بالتعليقات أي أسئلة حابين أجاوبكم عليها بالفيديوهات الجاية بشوفكم مع خير ومع ألف سلامة شكرا